طيب للحديث عن هذا الموضوع معنا من الرياض وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جختار أهلا بك معنا يعني قبل أن نتكلم داخليا وهو شغلكم الشاغل في حماية المواطن وحماية المقيم من كل الفيروسات والأمراض والأوبئة نريد هنا أن تصف لنا ربما الواقع كما هو عالميا بما يخص فيروس الكورونا سواء بالتقارير التي تريد إليكم أو من خلال تتبعكم بحكم الاختصاص يا أهلا أخ حمود أهلا وسهلا يا أهلا فيك بداية أشكركم على تصليص الضوء على هذا المرض وتوعية سليمة جدا للمواطنين ودول مجلس التعاون شقانا في دول مجلس التعاون والدول العربية بداية المرض كما ذكرتم ظهر في الصين في مدينة وهان وبدأ ينتشر وإحنا من بداية ظهور أول حالة بدأنا نراقب المرض في المملكة العربية السعودية من خلال مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة كنا نراقب الحالات يوما بيوم إلى أن بدأت تظهر حالات خارج دولة الصين بدأنا في وقتها تفعيل غرفة القيادة والتحكم في المملكة العربية السعودية في وزارة الصحة وورفة القيادة والتحكم بها منصات عديدة تعمل على تجهيز الاستعداد داخل منظومة الصحة في المملكة العربية السعودية فيما لو دخلت حالة المملكة طبعا شاهدنا خلال شهر في الثلاث سبع الماضية تقريبا بشكل كبير خروج المرض إلى دول متعددة اليوم مصلت 22 دولة عفوا يعني ذكرتوا أنتم 12 22 دولة اليوم في عندنا حوالي 80 حالة خارج الصين 7700 حالة أو يفوق في عفوا 9700 حالة أو يفوق في الصين في عندنا 213 حالة وفاة الوفيات لا زال معدلها منخفض مقارنة بمرض سارز ومرض مترازم الشرق الأوسط ولكن المرض لا زال في بدايته ويحوم حولينه غموض لا زال بعض الشيء احنا في المملكة الحمد لله فعلنا المراقبة في المنافذ والاستكشاف الحراري والفحص لمن نتطرق له بعد ذلك لو ظهرت عليه سواء بعض العرض التنفسية أو ارتفاع الحرارة في المملكة العربية السعودية عندنا المنافذ حتى اليوم من أسبوع بدائنا تقريبا الرقابش عديدة في المنافذ عندنا يمكن أكثر من 2800 مسافر قدم للمملكة عبر منافذ المباشرة وفي حوالي 600 مسافر وصل للمملكة من منافذ غير مباشرة وجميعهم الحمد لله تم الفحص وبعض منهم طرينا الفرز عفوا عن طريق كشف الحرارة وبعضهم وصلنا إلى أخذ عينة والحمد لله احنا اليوم حصلنا على 59 عينة حتى الآن منها 34 منها 50 سلبية 34 كان في عندهم أعراض أخرى مصاحبة يعني أكثر من عرض و50 كان فقط في عندهم جايين من الصين أو ارتباطهم في الصين كان موجود وبعد ذلك بدأ يكح أو بدأ عنده زي الزكام لكن منهم 34 فقط اللي كان عندهم أكثر من عرض أو عندهم ارتفاع في درجة حرارة وهدول كلهم الحمد لله 59 الخمسين منهم طلعوا سلبيين وفي المختبر الوطني اليوم ننتظر التسعة العينات الباقية وإن شاء الله برضو ستكون سلبية دكتور هاني ممكن الأمر الذي قد يشكل تحدي في احتواء هذا المرض أو احتواء انتشاره هي فترة الحضانة للمرض واللي طبعا تستمر لمدة 14 يوم فمعناته يعني أن الشخص ممكن يكون حامل ومصاب لهذا المرض وقد يكون قادر على السفر ولسه درجة حرارة ومش بالشكل الملحوظ اللي ممكن يتم الكشف عنه بالمطار فما هي الآلية اللي أنتوا رح تتخذوها بشأن هذا الموضوع للحد من انتشار كورونا صحيح أختاريط المسافر بيجينا لو كان فترة الحضانة تصل إلى 14 يوم هي من حوالي يومين إلى 12 يوم تقريبا ولكن قد تمتد إلى 14 يوم في الفترة هذه لو ما عنده عراض حيعدي في المنفذ بدون ما يكون في ارتفاع بدرجة حرارته وهذا ما حصل في كثير من الدول وبعدها يطلع البلد ويبدأ يشتكى من العراض فإحنا اليوم بنعطي كل قادمين من الصين مادة وعاوية عند وصولهم المطار بنعطيهم كرت الكرت مكتوب في الأعراض التي تسبب فيها المرض ولو ظهرت أي منها ننصح بالتواصل على 937 اللي هو رقم التواصل عندنا في الوزارة وعندنا فريق مؤهل ومدرب يستقبل هذه الاتصالات وبعد ذلك يحيل ككل من التصل إلى أقرب وحدة صحية أو طوارئ عفواً لو فيه أعراض بنقوله روح تجي للطوارئ المعنية عندنا 25 مستشفى مجهزة على مستوى المملكة اليوم مستعدة لاستقبال الطوارئ طبعاً المنفذ نفسه زي ما ذكرنا القياس الحراري الغير مباشر اللي هو الغير ملامس على الجبهة حيعطينا الناس اللي عندها سخونة في ذلك الوقت ولكن منتظر عليه الأعراض بعد كده احنا بننصح القادمين وبننصح كل من هو موجود على أرض المملكة إذا كان مسافر وراح الصين أو على ارتباط خالطة مع من هو مريض وكان في الصين أن يتوجه لأقرب مستشفى من القوائم اللي موجودة عندنا بننزلها لحساب الوزارة يتوجه إليها أو لأي مركز صحي أو تسعة ناتة سبعة يروح لتلقي الرعاية الصحية وإحنا عندنا آلية متكاملة لعزل المرضى إحنا اليوم زي ما ذكرت لك جهزنا 25 مستشفى فيها أكثر من 8500 سرير 10% من هذه الأسرة في الطوارئ و10% منها عناية مركزة وفي عندنا 7% من هذه الأسرة غرف عزل هوائي غرف عزل هوائي اللي هي الحالة المتمادية ولكن عزل فيروس الكورونا المريض الذي يحمل الفيروس فقط وليست بمريض يستدعي جهاز تنفس صناعي هذا يعزل في غرفة عزل هوائي يعني غرفة مقفلة عليه اللي يدخل له يكون لابس جوانتي ويكون لابس ماسك والإباس الواقي بالنسبة للمستشفيات ولا يسه شرطا أن تكون غرفة هواء لكن لو لا قدر الله لو لا قدر الله اضطرينا إحنا نستخدم غرف أكثر من غرف العزل الموجودة لدينا اليوم فزي ما ذكرت لك أنه حيكون عندنا توسع في غرف العزل بحيث الأسرة العيدية نحولها إلى غرف عزل لأن هذه الغرف لا تحتاج إلى عزل هوائي من يحتاج إلى عزل هوائي اليوم هو من نتطر نركب جهاز تنفسي لي وحينها سيكون فيه عبارة عن جنريشن أو تطلع رذات متطايرة في الهواء اللي هي قد تصيب بعدها الحمد لله إحنا مستعدين جدا من حيث الأسرة الإمداد الجاهزية الكوادر الصحية دربناهم وإن شاء الله في عندنا رقابة مستمرة على جميع القطاعات في المملكة وزارة الصحة القطاعات الخاص القطاعات الحكومية الأخرى فرق بتروح تزوره تقيم مستوى الاستقبال طبعا الوقت ما يكفينا نتكلم عن خبرات المملكة في منع وفادة الأمراض يمكن موسم الحج مثال واضح نتكلم عن أكثر من 3000 نوع من نوع الفيروسات الحمد لله بأكثر من 30-40 سنة ما سمعنا أنتم جنود للأمانة لحماية المواطن المقيم هنا لكن للأسف ما بقي معي إلا دقيقة وحدة ودينا توغل أكثر وأكثر بالأساليب الوقائية ناهيك طبعا عن عدم تصديق أي إشاعة بوجود مصدر رسمي الآن طيب شكرا أخي عمود هي النصيحة الأهم اللي هي استقاء المعلومة من مصدر الموثوق إحنا عندنا شفافية كاملة في هذا الموضوع ولن نخبي معلومة على المواطن فالرجاء الاعتماد الكلي على المصدر المعلومة هذا رقم واحد من يظهر لديه أعراض وكان مرتبط بالسفر إلى الصين في حلال الـ 18 يوم الماضية أو بمن هو كان في الصين وظهرت عليه أعراض الرجاء التوجه إلى أقرب مركز صحي وإحنا نتولى الموضوع إحنا عندنا الجاهزية الكاملة يعطيك الصحة والعافية إذن كل الشكر للأستاذ ضيطنا الكريم طبعا وكيل وزارة الصحة للصحة العامة دكتور